السلام عليكم شباب معكم علي اتاكو جيمر قليتش اكس بي جديد طبعا بحسابي الرئيسي يعني نشوفوا ان شاء الله طبعا لفل 173 فانا ان شاء الله هلأ حوصل لفل 200 وعطيكم الطرق بالدليل القاطع شلون انا بلفل يا اخوان عشان هيك قبل ما نبدأ الكود الايتم شوف اي واحد تسعى طو عنكم يا جماعة الخير اي واحد تسعى اسهل كود في كوكب الارض واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس عنا قليتش اكس بي اليوم يا اخوان هذا هو كود الماب ظاهر امامكم على الشاشة وكمان بحطه ان شاء الله بالوصف ان شاء الله ما انسى بس ونحط تحديد الماب ونحط لعب وحط ولعبة خاصة ويلا ندخل من داخل الماب ورجع لكم طب يا اخوان دخلنا داخل الماب كل اللي علينا ندخل ايك لجوه ما بحف وش هذا ايش صار المهم ناخد ايك اسلحة حركات اشهر ما بحف ممكن نحتاجها وبالاضافة ناخد اي شي هون ما في وسيط تنقل ولا شي والله ما ادري يلا ما تفرق يا اخوان بالمهم ان شاء نبدأ لجليتش ونروح نعيد يا اخوان كل عليكم تروحوا من عند هذه الشجرة تروحوا هيك يا اخوان تعملوا هيك كنت لكم شايفين ترقصوا اي رأسة او اي ايموجي تتفعل عنكم المفروض يا اخوان ايوا يا اخوان بعد ما ترقصوا اي رأسة بس تطلعوا هيك لفوق يتفعل عنكم الزر هينقلكم لعداد طويل صح وطبعا في عاكم هون اشياء لتقكم عشان هاخذوا الاسلحة فتعطيكم اكس بي حلو الصراحة خلينا نشوف يعطيكم اكس بي تقدروا تستفيدوا منه عبين ما يخلص الوقت الطويل صح يا اخوان على العموم بس يخلص العداد راح يرجع لكم يا جماعة الخير طيش شباب نتهى الوقت كله علينا نحط الباس بورد التالي اول شي هنحط رقم 8 يا اخوان بعدين نحط رقم 1 بعدين نحط رقم 4 بعدين نحط رقم 2 بعدين نحطوا تفعيل على طول بنقلكم لهون يا اخوان هيبدأ عداد الاكس بي تاخدوا جد باك في نهاية مهم نروح على هذاك البيت يا اخوان بعيد صح شونا نطير اللي عنده مال يداري صراحة بس يلا نطير ونرجع لكم على هذاك البيت من فوق يا اخوان اوكي نطلع البيت وصلنا على البيت يا اخوان نفض في زر باحد الاماكن هنا ايوا هذا هو يا اخوان نضغط عليه مباشرة هيبدأ يجيني اكس بي كما شايفين ضغري من اول زر 45000 وعننتقل في الخمسين الف فصراحة قلتش اسطوري من البداية طب يا اخوان وصلنا 58000 نروح للمكان نفس المكان يا شباب فس من ورا نشوء الله لازجو طيب شباب الزر التاني بتجو من هون تجي تتمشي هيك على الجسر تمام حتجي تلاقي الزر هون يا جماعة تضغطوا عليه وشوفوا الاكس بي لك شوفوا لي الاكس بي تقريبا داخلين على الليفل يا اخوان فصراحة شي جدا اسطوري طيب نستنى هلا نشوف كم راح يعطينا طيب يا شباب نروح للزر اللي بعده ندور عليه وصلنا طيبا 80000 يعني قريب الليفل يا اخوان فالزر اللي بعده هيكون ان شاء الله اخينا قريب بهاي نفس الجزيرة اغلبية الزرار هنا كلها عند الشجرة هاي يا اخوان يلا لازجو نروح لعندها هاي احلى اثمانين الف اكس بي وصلنا عند الشجرة لازجو وهي احلى زر اكس بي خلينا نشوف كم راح يعطينا يا اخوان هاي اثنين وثمانين الف متل ما كم شايفين ثلاثة وثمانين وطبعا هيزيد مع مرور الوقت طيب شاب سبعة وتسعين الف وصلنا فهلا علينا نروح من هذا الاتجاه يا اخوان اوكي نجي من هون نسرع الروح لهون يا اخوان بهذا الاتجاه اوكي بعدين تترسبن فجأة هاي الجزيرة عنكن يا اخوان طيب هاي يجينا لهون عشان هتلاقوا في زر هنا على السرير يا اخوان اتلاقوا شايفين نجي لهون نقافك تكبس على الزر مباشرة هيبدأ يجينا اكس بي وحاليا دخلنا بمئة الف اكس بي والشي الحلو اني نزلت لكم قيتش الصبح كمان يعني صراحة قلتشها جدا اسطورية وانا بكل نهاية مقطع ان شاء الله بعطيكم ازا ما اخدتوا اكس بي كثير من الماء بعطيكم طريقة ثانية طيب شايفين نروح على الزر اللي بعده ليس جو معنا هلا مية واربطعش الف اكس بي اه صراحة شي جدا القام حلوة اللي عم نشوفها طيب شايفين في حركة حلوة عشان نوصل للأماكن بسرعة انطير هيك لفوق وانكب الجيتباك وانطير هيك يا اخوان انطير لحد ما تترسبن الجزيرة وحنا اوكي هدفنا ننزل لهاي الصخرة بس ايه الموضوع ده يطول كذا يعني انزل يا عمي نستناه ينزل اوكي قربنا ننزل هتلاقوا زر اكس بي على هاي الصخرة يا اخوان نكبس عليه مباشرة هيبدأ يزيدنا بال اكس بي طيب يا شباب في زر كمان هون بتحتنا بالضبط هنجي من هون ثانية هيدنا نفوت على البيت يا عمي ما عم نفوت على البيت ثوانية طيب يا شباب ندخل من البيت باكم شايفين فوض يكون في درج هون ايوان اطلع عليه هيك بعدها ندخل من الباب بعدين حتلاقي زر اكس بي هون يا اخوان وشوفوا ال اكس بي يا اخوان مية وسبعة وثلاثين الف مية تسعة وثلاثين الصراحة شي جدا نصد وصلنا مية واربعة وربعين الف يا اخوان وطريبا هاي كل الازرار اللي كبسناها طبعا فيكم ما تنسو يمكنكم فيه نجيبوا اكس بي من المكان هذاك يا اخوان خلنا نجي مفوض ان احنا نجينا رأسنا هون شكلا مو هاي السيارة فيه سيارة ثانية طيب شباب هيك السيارة هاي بتلقوها على الطرف بس كون ترجعوا لورا عشان تكملوا اكس بي او تدفايتوا او تعملوا اي شيء ترسوا هاي رأسا بريدكم برجعوا كل هون لا تنسوا اذا طلقتوا على هدول بيعطيكم اكس بي مثلا نشوفوا لاتس جو ابلع انتوا اياه لاتس جو فبيعطي اكس بي شوي نوعا ما فجيد للامانة فيه ناس معي ببرا يروح يجلدهم وهذا هو اجلدش اليوم يا شباب وطبع هعطيكم هلا طريقة كمان تاخدوا اكس بي منها بشكل خرافي من الكرياتب هلا جبنا مية وستة واربعين الف متل ما شفتوا ولفليم مية خمسة وسبعين ونص طيب شوفوا هلا هطلع اللوبي لعب مع صاحبي وشوفوا كم راح يجينا اكس بي طيب شباب صاحبي مسكر فكل اللي عليكم تفوتوا على المابات هاي اللي احمر ضد ازرق فوتوا انتوا اعلى ماب في لاعبين لانه بيكون عليه اكس بي اكتر كل ما كترو عدد اللاعبين كل ما زاد الاكس بي فاحنا نفوت على هذا الماب عليه ثمانين الف لاعب يساتر نحط لا لا تكون اللعبة خاصة شباب ما هيجيكم اكس بي كده لازل تفتوها مع ناس فتلعبوا اوكي وحوريكم لسه قدش هزيد بدنا اكس بي رغم اني اخدت اكتر من لفلين ونص داخل اه القليتش الاول انتم متخيلين يا شباب بقدر زيت خمس ست لفلات كل يوم من الكرياتب بس بعيد طرق اللعب عطيكم ياها فا يلا ندخل داخل الماب وشوفوا بانفسكم يا جماعة طي يا جماعة اخدت اسلحة خلين روح نجرد مجلدنا شي منوب شوفوا يا جماعات للتالاف اكس بي فاعني بيعطي بيعطي كتير ما بيوقف الاكس بي لحد ما يخلص حدك اليومي يعني وطبعا كل السلاح الهدي اختلف فانسان شوفوا السنايبر خلينا نشيه السنايبر يختلف عن البيت الاسلحة انا نجرب نجيب هد السنايبر وانه صغيرة اللعبة صعبة يا اخي اوكي انه كل الناس بتطيم علي لا شو ما جبته اوه هد شوفوا داك واحد واقف شوفوا شوفوا الاكس بي يا اخوان فعليا شي خرافي بتقدروا فعليا شباب انا بقدر زيد منه كل يوم ثلاثة اربع لفل غير اللي قلتش اللي انا بسوي يعني كل يوم فعليا مسيد ستة لفل يا اخوان ستة لفل بتاعتها تعود وبهيك يا جماعة زلتنا لفل كامل متل ما كم شايفين اتمنى اكون افدتكم بطرق التالبيت عدو حرفيا كل يوم تاعتو ست لفلات من الكرياتيب في كتير طرق يا اخوان فلا تنسونا من اللايك والاشتراك كود الايتم شبه واحد تسعة وتعال انت سلي فيها معرك تعال تا 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 ابلع يلا يلا شباب شوفكم مقطع جاي سلام عليكم